بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم ومن السادة المشاهدين الصيام والقيام والركوع والسجود وسائر الطاعات الحقيقة هذا السؤال مهم للغاية في العلاقة بين آيات الصوم بعضها البعض عندما سيادتك نقرأ آيات الصوم بنجدها أنها بدأت بالفرض فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام ثم بعد ذلك يذكر سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها أن هذا الصوم سريعا ما يمر وهو أيام معدودات ومع هذه الأيام المعدودات إلا أنه تأتي لقطة أخرى في المسألة مسألة التيسير ومسألة الاستدعاء أحكام تواجه ظروف طارئة على حال الإنسان ولذلك أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ثم تأتي الآية التي بعدها وتذكرنا جميعا بمضمونين من أهم المضامين أيضا المضمون الأول في علاقة هذا الشهر الفضيل بالقرآن الكريم فيقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكانه يؤكد على قضية التيسير التي سبق ذكرها قبل ذلك في الآية الثانية من آية الصوم ثم تأتي مسألة أخرى لها علاقة وطيدة بالصوم وكأن الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء الصوم يقول ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مقتضى ما سبق أن الإنسان يكون مستجاب الدعوة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا يقول للصائم دعوة لا ترد دعاها على أي كيفية دعاها سرا أو دعاها جهرا دعاها ليلا أو دعاها نهارا دعاها عند الإفطار أو عند غيره الصائم في أحواله لنفسه أو لغيره نفسه أو لغيره نعم وإذا كان الغير ستأتي له أو سيأتي له مثل ما سيأتي لغير أو ما دعا به في قضية الإيثار إيثار الغير بهذا الأمر فكأن الإنسان مستجاب الدعوة بهذه الحالة الحالة الإيمانية والحالة الروحية التي سبقت من الصوم ومن قراءة القرآن الكريم ومن التكبير والتهليل